بما انك تستخدم الانترنت فمن الطبيعي انك تبقى عارف السرعة بتاعتك سواء على الروتر او على الموبايل بتاعتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عملين ايه؟ اتمنى يا رب يكونوا بخير واهلا بكم في فيديو جديد بما ان الطرق التي تستطيع تستخدمها سرعة الانترنت باعتك كتيرا سنرى مع بعض النهاردة طريقتين تستخدمها سرعة الانترنت باعتك وتبقى ضمن بشكل كبير ان فعلا هذه السرعة التي وصلت لك لكن قبل ان نرى هذه الطرق لو انت لم تشتركتش في القناة يالت انزل تحت و اعمل اشتراك و اتفعل زر الجرس لكي وصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول لكي هذه الحاجة التي تحمسنا و تدعمنا و تجعلنا نستطيع نواصل و لو اعجبتك الطريقة اغبط لايك للفيديو و شارك الفيديو مع اصحابك على واتساب والفيسبوك و اذا مهتم يلا بينا نريد دائل بيديو بسم الله الرحمن الرحيم رجعنا لحضراتكم مرة تانية عشان نشوف مع بعض الطريقة اللي حتقدر تقيس بيها سرعة الانترنت بتاعتك الطريقة الشائعة للناس بتقيس بيها سرعة الانترنت بتبقى عن طريق موقع اسمو سبيت تست زي ما انتو شايفين كده مع بعض بتضغط على كلمة جو دي و بيبدأ يحسب لك السرعة بتاعتك بس بصراحة انا مش بفضل الموقع ده خالص لانه اغلب القريات او اغلب الاياس بتاع سرعة الانترنت بتاعته ما بتبقاش مصبوطة و ده بشهادة انا و بشهادة ناس كتير قوي ناس عندها مواقع و ناس عندها سيرفرات بتشكك في النتيجة او الاياس بتاعت الموقع ده انا بصراحة بفضل موقع تاني هو ده الطريقة الاولين اللي هنشوفها مع بعض الموقع ده ممكن تقدر تقيس بيه سرعة الانترنت عادي جدا و كمان ممكن تضمن بشكل كبير انه السرعة بتاعتك هتكون صحيح طيب الموقع ده هنجيبه ازاي كل اللي حضرتك هتعمله دلوقتي انك هتفتح صفحة جوجل عادية بالشكل ده و هتكتب في البحث فاست دوت كوم و هتضغط انتر بالشكل ده و هتختار اول نتيجة بحث اللي هي مكتوب عليها فاست دوت كوم اختبار سرعة الانترنت و هتضغط عليها مرة واحدة بالشكل ده اول ما تفتح الموقع انت مش هتعمل حاجة خالص كل اللي انت هتعمله انك هتفتح الموقع وبس هو حقيس السرعة منه نفسه بدون اي مشاكل طبعا عشان تضمن ان انت تاخد اراية صح للسرعة زي ما انتو شايفين كده السرعة 6 ميجا و 9 من 10 يعني في حدود 7 ميجا انا طبعا مشترك في السرعة بتاعت 30 ميجا بس طبعا انتو عارفين الناس دي بتتحك علينا طبعا عشان تضمن ان انت تاخد اياس صح للسرعة لازم يكون مفيش استهلاك للانترنت يعني ما بقاش في حد مشغل فيديو 2 و 3 و بيقيس السرعة طبعا لا يمكن الاياس يطلع معاه صحيح تمام ديه بالنسبة للطريقة الاولانية انت ممكن برضو تضغط هنا على عرض المزيد من المعلومات هتلاقي معلومات تانية برضو عن السرعة بتاعتك تمام ديه الطريقة الاولانية عن طريق موقع fast.com زي ما انتو شايفين بالشكل ده فيه طريقة تانية عن طريق الراوتر بتاعك ازاي؟ هيدخل على اعدادات الراوتر عادي جدا بالرقم اللي احنا عارفينه طبعا اللي هو 192.168.1.1 وحتدوس انتر بالشكل ده هيفتح معك الصفحة بتاعت الراوتر عادي جدا هتيجي في الوزر نيم بتاعك وبعد كده في الباسورد هتكتب الباسورد بتاعك اللي هو مثلا بالشكل ده بعد ما هتكتب الوزر نيم والباسورد اللي ما اعرفش الوزر نيم والباسورد بتوعهم مكتوبين فين هيلائيهم في دهر الراوتر عادي جدا بعد ما هتكتبهم هنا بالشكل ده هتضغط على كلمة log in بالشكل ده وحيفتح معاك اعدادات الروتر بصورة عادية جدا بعد كده حتيجي في الستاتيوس اللي موجودة هنا دي هتختار الكلمة اللي موجودة هنا اللي مكتوب عليها وان هتضغط عليها ضغطة واحدة بالشكل ده وبعد كده هتيجي على كلمة DSL اللي موجودة هنا بالشكل ده وحتضغط عليها ضغطة واحدة هتفتح معاك القايمة دي كل اللي يهمك من الموضوع ده عشان تعرف صحة الانترنت بتاعتك هو السطر ده اللي مكتوب عليه ومكتوب قصاد 11.340 هي دي السرعة بتاعت الخط بتاعك اللي هو يعتبر 11 ميجا وشوية او في الحدود دي 11 ميجا و340 كيلو دي السرعة الموجودة بتاعتك او السرعة الصحيحة بتاعتك اللي موجودة عندك في الروتر طبعا احنا مشتركين في السرعة بتاعت 30 ميجا بتاعت وي دي بس طبعا الكلام دي بيحصلش ده طبعا في الاحلام زي ما شفنا كده هي دي السرعة بتاعتك ولو نزلت تحت شوية كده تحتها في مكتوب حاجة اسمها upstream line rate دي سرعة الابلود لو انت راجل بتعمل ابلود مثلا ولا كده ولا حاجة من الحاجات دي هيبقى الابلود بتاعتك 992 كيلو في الثانية يعني قول مثلا في حدود ميجا في الثانية ولكن هي دي السرعة بتاعتنا اللي هي او اعدادات الروتر غير الاياس بتاع الموقع بس المفترض ان الاعدادات بتاعت او الاياس بتاع الروتر هو اللي صح انت العاقل طريقتين اهو طريقة الروتر وطريقة الموقع ممكن تقيس السرعة باي طريقة منهم ودي كانت الطريقة اللي تقدر تقيس بيها السرعة الانترنت بتاعتك اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم ما اتمنى يا رب يكون طريقة اياس سرعة الانترنت تكون سهلة وبسيطة ومفيدة وحيظهر لك دلوقتي اربع فيديوهات اتفرج عليهم ان شاء الله يعجبوك والسلام عليكم اشتركوا في القناة